بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الأمين الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات مساء الخير لكم جميعا حلقة هذا اليوم تحمل العنوان الدعوة إلى طقوس تلمودية في الأقصى مرة ثانية الحلقة تحمل عنوان الدعوة إلى طقوس تلمودية في الأقصى ترددت في الآونة الأخيرة في الصحف وفي وسائل الإعلام أن هناك دعوة من المتطرفين اليهود إلى إقامة طقوس تلمودية في باحات الأقصى وذلك بمناسبة عيد الحنخاء هذا العيد الذي يصادف 25 ديسمبر يعني 25-12 قال يتساءل البعض وما علاقتنا بالتلمود وأقول نحن نجري على طريقة اعرف عدوك لقد اهتم الغرب كثيرا بدراسة تراثنا ومنذ مئات السنين أرسل رسوله من أجل معرفة الدين الإسلامي واللغة العربية والشعر والأدب والتراث والأنساب حتى يكونوا على معرفة بهؤلاء الذين يتعاملون معهم حتى يستطيعوا النفاذ إلى هذا المجتمع وللأسف استغل الاستعماريون في الدول الغربية معرفة المستشرقين والمبشرين استغلالا مقيتا واستخدموه في بلادنا لإثارة الفتن والطوائف كما تعلمون أما نحن فنتعرف إلى تراثهم في محاولة لمعرفة كيف يقوم هذا الكيام وما تفكيره وبأي طريقة يفكر طبيعي أن نهتم بأصل الكلم كلمة التلمود تبدأ من الجذر العبري لامد ولامد معناها يتعلم والتلمود معناه باختصار تعليم الشريعة وطبيعي أن هذا الكتاب يأتي بعد التوراة من حيث التوقيت يعني جاء بعد التوراة بكرون وهو كتاب ضخم وأحيانا يتألف من عشرات المجلدات هذا الكتاب باختصار يجمع الروايات الشفوية المتعلقة بالنبي موسى ولكن عليها زيادات وزيادات كثيرة جدا حتى نستطيع أن نقول عنه أنه موسوعة تراثية لليهود والتلمود حسب ما نعلم نوعان التلمود الفلسطيني وبعضهم يسميه الأورشاليم والتلمود البابلي يعني التلمود الذي كتب في فلسطين والبعض يسميه أورشاليم والحقيقة أنه فلسطيني لأنه لم يكتب في الكدس لأنه ما كانت في الكرون الأولى بعد الميلاد أي مدارس دينية لتسجيل ما جاء في التلمود ولكن كان في يبنى وفي صفوريا وفي طبرية فكتبت تلمود الفلسطين لكن التلمود الأكبر والأعام والأضخم هو التلمود البابلي الذي كتبه حاخامات اليهود في بابل جنوب العراق وما علاقة بابل موضوع الكل يعلم أن نبوخة نصر القائد البابل الشهير قد هاجم مملكة يهود وأسقط هذه المملكة ودمر الكدس والهيكل سنة 586 قبل الميلاد وسبع من اليهود ما يقرب من خمسين ألف هؤلاء كان بينهم حاخامات وأخذوا يتذكروا الروايات الشفوية لمن سبقوهم وبدأوا بتدوين ما صار يعرف باسم التلمود طبعا كما كنا باختصار التلمود هو الشريعة الشفوية المنكولة عن موسى ولكن عليه إضافات وشروحات وتعليقات سنأتي عليها باختصار يمكن أن أبين أو أدلل على العلاقة بين التلمود والتوراء كالعلاقة بين الحديث الشريف وبين الكرآن مع الفوارق طبعا الكثير ومن جوانب عديدة جدا لكن تكاد تكون العلاقة هكذا أن التلمود يكاد يكون مكملا للتوراء والتلمود حتى يكون واضحا لدينا عبارة عن قسمين رئيسيين الأول اسمه المشيناء المشيناء بمعنى المثنى أو المكرر وتعني الشريعة المكررة يعني المعادة والمكتوبة ثانية وهذه عبارة عن شروح وتفسيرات كثيرة جدا جدا ومطولة حول التوراء وحول موسى ولكن كلها من وضع الحاخامات الذين ظهروا في الكرون الأولى بعد الميلاد وهؤلاء يسموهم بالعبرية تنائم أحيانا تكون هذه الشروح وهذه التفسيرات متناقضة لكنها تشكل تراثا جيولوجيا بمعنى متراكما تراكميا على التراث اليهودي القسم الثاني ويسمى الجمراء الجمراء وضعت ما بين 220 ميلادي إلى 500 ميلادي يعني ما بين الكرن الثالث والكرن الخامس السادس الميلادي والجمراء عبارة عن الإضافات التي وضعها الحاخامات عبر مئات السنين وهؤلاء الحاخامات يسموهم مورائيم هناك تنائم هنا مورائيم هؤلاء كانوا مهتمين بإضافة كل ما يرونه ضروريا لهذا الكتاب ما هي منزلة التلمود عند اليهود؟ هل هو بمستوى التوراة؟ في البداية طبعا كانت الأهمية للتوراة ككتاب مكدس أنزل على موسى النبي وهو كلام الله لكن فيما بعد بدأ التلمود الذي يوضعه الحاخامات يوازي في أهميته وقدسيته التوراة حتى بدأوا يصفه بالكدوش يعني المكدس وهو يعني بأمور عديدة ولا أول لها ولا آخر وجاءت منزلة التلمود وقدسيته من المنزلة التي أعطوها لأنفسهم في هذا الكتاب أعني الحاخامات الذين قالوا فضفوهم أن الله في السماوات يستشير الحاخامات في بعض المسائل الصعبة هكذا وصلت الأمور بهم أقول أنهم يهتموا بالتلمود اهتماما كبيرا لسبب يخدمهم ذلك أن التوراة اعترفت بها أوروبا المسيحية واعتبرتها العهد الكديم والإنجيل هو العهد الجديد يعني هناك صلة وثيقة بين العهدين الكديم التوراة والجديد الإنجيل يريد اليهود أن يتميزوا ولا يريد أن يكون لأحد علاقة بتراثهم لذلك فالتلمود لا علاقة للمسيحية به وعلى هذا الأساس التلمود يعزز استعلائيتهم ويعزز عنصريتهم وانعزاليتهم أيضا أما أوروبا فلم تعرف التلمود إلا مع الكرن الثالث عشر وقد حاربته بشدة لما جاء فيه من لغط على السيد المسيح ومن افتراءات ومغالطات على المسيحية بصورة عامة لو أردنا أن نصف هذا الكتاب نقول أنه في رأي اليهود وبالذات في رأي الحاخامات الكدامى والمحدثين أنه كتاب جامع مانع فيه كل ما يلزم لليهودي ويغطي كل جوانب حياة الإنسان اليهودي هذا الكتاب الذي نتحدث عنه وهو الكتاب الجامع المانع كما قلنا هناك عبارة فيه تقول كل بو كل شيء فيه كل بو يعني كل شيء فيه وبالتالي يتحدث الكتاب عن الدين وعن الزراعة وعن الصناعة وعن الصيد وعن الرقيق وعن الزواج وعن السحر والتنجيم والتاريق كل شيء كل ما كان يخطر على بالهم يدونوه في هذا الكتاب وبالذات في الجمراء اللي هو الإضافات وطبعا كانوا يعطوه شيء من الكدسية فكانوا يقولوا عنه أنه كدوش ومن جملة ما ورد في مدح التلمود أنه لا خلاصة لمن ترك التلمود واشتغل في التوراة لا خلاصة لمن ترك التلمود واشتغل في التوراة يعني شيء شبيه بالشيعة بعتبروا أنه الحج إلى مكة مهم ولكن لا يجدي بدون الحج إلى كربلاء وزيارة الحسين طبعا مع الفوارق أذكر بعض ما جاء في التلمود لنتعرف على عقلية هؤلاء الحاخمات وكيف أن هذه العقلية تحكمت في الأجيال المتوالية وصنعت الثقافة وصنعت النفسية اليهودية عبر السنين وعبر الكرون سواء كان في الشرق العربي أو في أوروبا بصورة عامة بقول مما جاء في التلمود ما يلي مشبه اليهود بشجرة الزيتون ما وجه الشبه قال أن شجرة الزيتون لا يسقط ورقها واليهود لا يسقطون ويبقوا دائما أما الشبه الثاني فأن الزيتون لا يعطي زيته إلا بعد الضغط وبعد العصر وكذلك اليهود تظهر عبقريتهم وذكاؤهم وعطاءهم حسب زعمهم بعد التنكيل وبعد الضغط والاتهاد والشبه الثالث بينهم وبين شجرة الزيتون أن الزيت لا يختلط بالماء ولا بسواء الأخرى وإنما يطفو على السطح وكذلك اليهود لا يختلطوا وعلى فكرة هم دائما كانوا ضد فكرة الهسكلا الهسكلا بمعنى الاندماج كان هناك دعاء للاندماج في المجتمعات الأوروبية وذوبان فيها لكن دعاة الصهيونية كانوا ضد الهسكلا ضد الاندماج ولذلك كانوا دائما يحاولوا أن يعيشوا وحدهم فيما عرف بالجيتوات والجيتو عادة هو الحي الذي يسكنه اليهود وإله طابعه الخاص وإله صفاته وبالتالي كان يضري الآخرين بالاعتداء عليهم والتنكيل بهم لما يحدث من أغلاط ومساوة مما جاء أيضا في التلمود أن المسيح يهودي لكنه كافر وأمه حملت به سفاحا من جندي روماني اسمه باندارا اسمه باندارا إذن هذا إنكار للمسيح والمسيحية بالكامل ويتهموه بالكفر وأنه حملت به أمه سفاحا يعني ابن زنا وأن أبوه جندي روماني اسمه باندارا ولذلك حملت المسيحية في أوروبا عليهم وأعدمت كثير من نسخ التلمود في فترة من الفترات موضوع ثاني ورد برضو في التوراة يتحدث عن المتهودين ما معنى المتهودين؟ المتهودون هم من لم يكونوا يهودا واعتنكوا اليهودين هؤلاء لا يرحبوا بهم اليهود إطلاقا بل ويصفونهم بأنهم ككذا العين بالنسبة لجماعة بني إسرائيل ككذا العين بالنسبة لجماعة إسرائيل الأهم من كل هذه الأقوال والنصوص النص التالي الذي يدونه التلمود وطبعا له دور كبير في طريق التفكير اليهود على مر التاريخ جاء بالحرف خلق الله الأغيار والأغيار مقصود بهم غير اليهود هناك عبارة ثانية أو كلمة بديلة عندهم بالأبريق جوييم جوييم يعني الآخرين الأغيار إشارة فيها نوع من الاستعلاء على الآخرين بقول خلق الله الأغيار على هيئة الإنسان يعني هم مش إنسان بس خلقهم على هيئة الإنسان كي يكونوا لائقين بخدمة اليهود إذن الله رفع لهم مكانتهم أعطاهم صفة البشر بس من أجل أن يكونوا لائقين مناسبين لخدمة اليهود يعني ارتفعوا لمستوى اليهود بخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم الذين خلقت الدنيا من أجلهم تصوروا إذ ليس من الملائم أن يكون حيوان على خدمة الأمير وهو على صورته الحيوانية كذا إذن لأهمية النص أعيد مرة ثانية ومرة واحدة خلق الله الأغيار على هيئة الإنسان كي يكونوا لائقين بخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم إذ ليس من الملائم أن يكون حيوان على خدمة الأمير وهو على صورته الحيوانية وبعد ذلك يتساءلون لماذا اتهدتهم أوروبا؟ لماذا نكل بهم الروس والمجريون؟ وكانت مذابح في أوكرانيا أذكر من هذه المذابح مثل مذبحة شاملينكي في بولندا في آسف في أوكرانيا 1648 وكانت مذبحة كيشنيف 1903 في روسيا هذه المذابح جاءت كردة فعل على هذا السلوك وعلى هذا المنطق وعلى هذه العقلية التي تزدر الآخرين ولا تحترم أحدا إطلاقا قلت في بداية الحلقة أن عنوان الحلقة هو الدعوة إلى طقوس تلمدي في باحات الأقصى بأي مناسبة؟ بمناسبة كرب حلول عيد الحنخاء ما هو عيد الحنخاء؟ على فكرة اليهود من أكثر الناس تمسكا بالعياد فهناك عدد كبير من العياد عيد الحنخاء وعيد الفصح وعيد المظل وعيد الغفران بسمو كبور وعيد النصيب وعيد المساخر وعياد كثيرة جدا أما عيد الحنخاء والذي يصادف يوم 25 ديسمبر يعني 25 هذا الشهر شهر 12 فهذا يستمر الاحتفال به ثمانية أيام يعني من 25 حتى 3 واحد مناسبة هذا العيد الذي يحتفل به ومن أجله يريد أن يقيموا الطقوس والصلوات التلمدي في باحات الأقصى المناسبة التاريخية هو دخول يهود الحشموني إلى الهيكل من هو يهود الحشموني؟ في التاريخ كانت هناك فتن وثورات كثيرة جدا قام بها اليهود ضد الرومان وضد اليونان قبل اليونان عندما مات الإسكندر المكدوني الذي فتح كل بلاد الشام والعراق حتى وصل إلى فارس ورثه ثلاثة من قادته واحد اسمه سالوكس أخذ بلاد الشام واحد اسمه أنتيباتر أخذ اليونان وبطليموس أخذ مصر فالسالوكيين سيطروا على بلاد الشام واتهدوا اليهود واليهود طبعا اختلفوا معهم باختصار أخرجوا من الكدس ثم عاد إليها يهود الحشموني ودخل الهيكل يريد أن يشعل أو ينير الشمعدان الموجود في الهيكل وكان في هذا الشمعدان بقية من زيت يكفي لإنارة ليلة واحدة لكن وحسب أكوالهم حدثت المعجزة وبقي الزيت يضيء ثماني ليالي من أجل ذلك صمموا شمعدان سموه شمعدان المينورا المينورا له علاقة طبعا بالنور وله تسع رؤوس تضاء في المناسبات المختلفة هذا العيد يسمى عيد الحانخاء وترجمة عيد التجشين يعني أعادة افتتاح المبنى من جديد وإضاءته من جديد وهذا العيد رغم أنه كان من أكل الأعياد أهمية ولا تتعطل فيه الأعمال والأشغال كما هو الحال في أعياد أخرى إلا أنه اكتسب مع الزمن أهمية كبيرة لأنه يتصادف مع عيد الميلاد المجيد لكريسموس وعلى هذا الأساس بدأوا يأتوا أهمية كبيرة حتى يظهروا أنهم يوازوا المسيحيين فيما لهم من أعياد ومن مناسبات وأصبحوا يضيءوا شجرة بنفس الطريقة بسموها شجرة الحانخاء الحانخاء تماما مثل شجرة الكريسموس ووضعوا بدال سانتي كلوز عملوا العام ماكس الذي يوزع الهدايا وهكذا وأصبح هذا العيد عيدا دينيا كوميا بامتياز وفي هذه المناسبة وفي كل سنة طبعا من هذا العيد تضاء الشمعدنات المينورا في الساحات والميادين والمعابد إلى آخر إذن فهمنا ما هو التلموج وتعرفنا على ما جاء فيه وأكسامي لأبرزها المشناء والجمراء قلنا أن المشناء عبارة عن شروحات وتفسيرات كثير لا إلها أول وآخر وأن الجمراء إضافات من عند الحاخامات وفي كل المواضيع وفي كل الأشياء وهي كبارة مرات عن تعليق على التعليق وأحيانا آراء مختلفة ومتعددة حتى قيل أن التلمود البابلي وصل في إحدى طبعاته إلى عشرين مجلد بينما التوراة مجلد واحد كبير بينما التلمود يصل إلى عشرين مجلد بالمناسبة عندما نقول التلمود عل التعريف نعني التلمود البابلي لأن التلمود على إطلاقه معناها التلمود الأعام والأشهر والمعروف أكثر والمتداول اللي هو التلمود البابلي أي الذي وضعه الحاخامات في بابل وليس التلمود الفلسطيني لكن إذا كلنا التلمود الفلسطيني طبعا عنينا التلمود الثاني الفلسطيني بك أن أقول شيء في الختام أنه لماذا إقامة هذه الطقوس في باحات الأقصى بالذات طبعا لا يخفى على أحد أن هذه محاولة أخرى وأسلوب آخر وجديد من أجل تهويد الكدس وتهويد الأقصى وبالتالي تزيف التاريخ تزيف التراث تزوير الحقائق كما هو حالهم دائما وطبعا سبق وتحدثنا عن تهويد الكدس وعن عبرنة الأسماء في الكدس وشوارع الكدس ومعالم الكدس ككل وطبعا من وسائلهم للتهويد الآن للأقصى إقامة مجموعة كبيرة من الكنس تحيط بالأقصى حتى يخيل للزائر للسائح من بعيد أن هذا مكان يهودي بامتياز لكن أقول لن يفلحه أبدا لأن الأقصى سيبقى أبدا الدهر ما بكي الناس وما بكي أهله المرابطين فيه والمدافعين عنه وأستشد على ذلك بموضوع أكثركم يسمع بجامع القرطبة الكبير قرطبة كانت عاصمة الأمويين في الأندلس المدينة الأولى وأقام فيها عبد الرحمن الداخل جامع قرطبة الذي بدأه كأكمله عبد الرحمن الثاني ثم عبد الرحمن الثالث المسمى بن ناصر والذي أعلن نفسه خليفة هذا الجامع كان يقوم على 1485 عمد تصوروا 1485 عمد وله بحراب شهير جدا أنا شاهدته في زيارتي لكرطبة كان المسيحيون بعدما طردوا العرب وسقطت غرناطة يريدوا أن يغيروا معالم المكان فأنا رأيت بأم عيني أنهم وضعوا فيه كنيسة في جزء منه ولكن ظل الأقصى لاتساعه وكبار عملوا في جزء آخر كاتدرائي والكاتدرائي يعني كنيسة كبيرة كبيرة للغاية ومع ذلك كل من يدخل كرطبة الجامع كل من يتفرج على أبوابه الستة من الخلف أو مدخله أو محرابه أو أعمدته أكواسه يرى ويتأكد أن هذا أثرا إسلاميا عربيا بامتياز ولا يمكن أن يغطو الشمس بالغربال لذلك أقول خسئوا وسيفشلوا ولن يفلحوا إطلاقا في تزوير تاريخنا في الكدس وفي غير الكدس وشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة